موسيقى إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وللجيش المصري وإلى رجال الداخلية وإلى كل المصريين في مصر وفي الوطن العربي وفي الخارج ومناسبة حلول عيد الفطر المبارك في البداية أحب أن أبدأ بخبرين يعني خبر من الأسكندرية وخبر من سواء الخبر من الأسكندرية افتتح عمس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاري الخير 3 ومحور قناة المحمودية وعدد من المشروعات في الأسكندرية أما في سوهاج اللي هي محافظتي أحب بس أن أقول بس عن خبر سوهاج سجلت أمس حميات سوهاج أول حالة شفاء بكورونا تلقت العلاج بها ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 31 حالة بينهم 13 سيدة و18 رجل في الحقيقة أحب أن موضوع حلقة اليوم هيكون عن التحكيم ونقابة المحامين بين الواقع والمأمول تلك النقابة العريقة التي ينتمي لها أعرق وأعظم رجال القانون في تاريخ القانون في مصر وفي الحضارة المصرية واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام أرحب بالأستاذ عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أرحب بالدكتور عصام فوزي الجنيني دكتوراه في التحكيم ومحاضر بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية أهلا بي أبدأ مع الأستاذ عيسى أبو عيسى جريدة الدستور نشرت خبر أبو عيسى يرفض قرار نقيب المحامين بتشكيل لجنة لإدارة فرعية القاهرة الجديدة تعليق حضرتك أستاذ عيسى على الخبر في البداية أنا طبعا بقول كل سنة وأهلي وزملائي محامين مصر وكل الأمة العربية بخير عيد فطر سعيد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات موضوع قرار الصادر من سيد نقيب المحامين بحل نقابة القاهرة الجديدة وتعيين مجلس لإدارة نقابة القاهرة الجديدة اعتراضنا على هذا القرار لأنه هيهدر أهم ضمانة لنقابة المحامين والنقابات الفرعية وهي أن تكون المجالس منتخبة بجانب أن هذا القرار مخالف للقانون ومخالف للدستور ويشبه البطلان فالنهاردة حضرتك الدستور في المادة 76 والمادة 77 أعطى النقابات استقلالية كاملة وما فيش نص يسمح لنقيب المحامين بأن يحل مجلس نقابة فرعية وتعيين مجلس من محامين الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية القانون حالة وحيدة فقط اللي سمح فيها بتعيين مجلس لإدارة نقابة وهي الحالة البطلان في الانتخابات حالة البطلان للانتخابات دي حالة وحيدة على سبيل الحصر ما فيش حالات تانية ما فيش مادة في القانون ولا في الدستور تسمح لنقيب المحامين بأن يصدر مثل هذا القرار هي حالة وحيدة حالة البطلان البطلان دي بيتم تشكيل لجنة من ثلاثة من رأساء محكمة الاستئناف وثلاثة من آخر مجلس منتخب انتخابا صحيحا لتدير النقابة لحين الدعوة لانتخابات جديدة مجلس النقابة العامة عند انتهاء مدة النقابات الفرعية له ان يدعو الجمعية العمومية للانتخابات الجديدة تمام في الحالة اللي احنا فيها وفي الظرف الراهن لمصر تمتد كل النقابات اللي موجودة لاستمرارها في تسيير اعمالها ومباشرة مهمها مع الجمعية العمومية بقوة القانون تمام الحالة الوحيدة المسموح لنا فيها ان احنا ندعو للانتخابات لو الظروف البلد تسمح وظروف نقابة المحامين تسمح ندعو للانتخابات وتكون الجمعية العمومية هي الفيصل وهي المنط بها اختيار مجالسة ده بالنسبة للقرار الصادر من السيد المحامين طيب استاذ عيسى ملف التعليم المفتوح وقيد التعليم المفتوح من الملفات الشائكة في نقابة المحامين احب بس اسمع رأي معاليك كده رأي حضرتك في التعليم المفتوح وقيده في النقابة احنا المجلس الحالي أعلنت النتيجة في 15-3 وبدأنا نتواجد ونمارس مهام عملنا من 18-3 فجئنا بحالة قيد للأستاذ هشام الكومي وهو يعني محكوم عليه في جناية وخارج البلاد بعد هذه الحالة وما عصرته وسط المحامين من لغة كبيرة فجئنا أن سيد النقيب أصدر قرار منفرد بقيد التعليم المفتوح بنقابة المحامين طبعا قيد التعليم المفتوح المسبوك بالسانوية العامة فده بنص القانون وإحنا ما كانش عندنا أي اعتراض كمجلس على الرغم أن الظرف الراهن وباء كورونا وأثره على العالم كله وعلى مصر وعلى نقابة المحامين كان المفترض أنه نحن نطبق فقه الأولويات فقه الأولويات أنه نحن كمجلس نجتمع ونضع حلول للأزمة دية وإزاي المحامين هتبشر عملها وإزاي المحامين هنقدر نعمل إيه للمحامين ونساعدهم إزاي في الظروف اللي هي المحاكم مغلقة والمكاتب مقفولة طيب في عودة العمل المجلس أعلى للقضاء يعني عمل تدابير احترازية وحاجات وقائية عودة العمل بعد عيد الفطر في المحاكم التدريجي بالضبط فإحنا نشغلنا بقيد التعليم المفتوح وتركنا المحامين المقيدين يعني في مهاب الريح حضرتك كمان أنا فجأت بوجود حالة حاصلة على دبلوم تجارة ثم كلية تجارة ثم لسانس الحقوق تعليم مفتوح بيطلب القيد وعمل مشكلة عند الموظفين في لجنة القيد وأنه السيد النقيب موفق له على القيد بنقابة المحامين وهذا مخالف لقانون المحاماة يعني ويهدر قيمة مهمة وقيمة كبيرة أن يكون المتقدم للقيد في نقابة المحامين حاصر على السنوية العامة وبنص القانون المدة 13 فقرة 3 أن يكون حاصر على السنوية العامة فيعني لازم من البداية كده في أوراق طالب القيد أننا أشوف السنوية العامة بالزبط ففجئنا الحالة دي طبعا كانت مشكلة كبيرة أصارت غضب جمهة المحامين وفجئنا طبعا برضه ببس مباشر لسيد النقيب بيدافع عن الحالة دي وبيقيس على قانون الجامعات واللي هي أصلا ليحة في الجامعات مش قانون أنا النهاردة حقيس القيد في نقابة المحامين بقانون الجامعات ليه أنا عندي قانوني واضح وصريح وعندي نص المفروض أنا أحترم النص ده ومفترض أننا أريد أن أحافظ على جداول نقابة المحامين الجداول التي تضخمت وبدأ المجلس السابق من بداية 2016 في تنقية الجداول التي كان لها أثر كبير على تغيير مفاهيم كثيرة وقيمة كرني المحامى وقيمة المحامي وعلى الماديات أو الماليات أصبحت نقابة المحامين لها دخل كبير يصب في مصلحة المحامي المحامي أرجع لضيفي الدكتور عصام دكتور عصام حضرتك دكتوراه في التحكيم التجاري والدولي ومحاضر بكورة الحقوق الجامعة الأسكندرية أحب بس أن أنا أعرف بس من حضرتك طبعا ولمشاهدين طبعا ولكل طبعا المهتمين بالقانون ما هي التحكيم وتعريفه وأسبابه وكيفية اختيار المحاكمة هو التحكيم فكرته ببساطة جدا إنسان قضائي خاص يعني فكرته أن أنا بأعمل محكمة خاصة تفصل في أي نزاع يتفق عليه الأطراف يعني أنا إلى جوار قضاء الدولة في إمكانية للأطراف أن هم يتفقوا على أنه في حالة حدوث أي نزاع أن هذا النزاع لا يتم حسمه عن طريق قضاء ولكن يتم حسمه عن طريق أي شخص يختره ويتفق عليه الإسنان هذا الشخص يسمى محكم النظام ده يعني نظام داخلي ونظام دولي أنا عندي في الداخل في حاجة اسمها تحكيم داخلي وفي حاجة في الخارج اسمها تحكيم دولي وبالتالي في هذا النظام يعني بالنسبة للنظام الدولي التحكيم هو القضاء الطبيعي يعني أنا ما عنديش بالنسبة للدول لو في نزاع ما بين مواطن أو تاجر في فرنسا أو تاجر في مصر أي قضاءين يختص بنظر النزاع قضاء المصري ولا قضاء الفرنسي فبالتالي مجال التحكيم هو إيه؟ هو القضاء الطبيعي للنزاعات الدولية بالنسبة للداخل التحكيم أيضا بيؤدي دور عظيم إنه هو بيخفف من بعض الأعباء اللي موجودة على القضاء القضاء إحنا لحظنا في الفترة الأخيرة إنه فيه بطء في إجراءات التقاضي فيه بطء في صدور الأحكام التحكيم بيتميز بإنه هو نظام اتفاقي نظام اتفاقي بمعنى إن الأطراف بيحددوا السيناريو اللي يصدر خلاله الحكم بيضع كل الإجراءات التحكيم بيختاروا المحكم في البداية بعد كده بيختاروا لو عاديين يختاروا أي قانون يحكم النزاع بتاعهم بيختاروا لو عاديين يختاروا المكان الزمان مدة التحكيم اللي بيصدر في خلالها الحكم كل حاجة اختيارية تحكيم اختيالي العدلة النجزة في التحكيم على العكس من القضاء العادي يعني أنا ممكن أتخيل إن أنا ممكن النزاع تحكيمي في ما يتعلق بالأمور الداخلية أو التحكيم الداخلي ممكن يتعامل ويخلص في خلال 7 ايام أنا عشان أرفع دعوة قضائية محتاج أعود شهرين عشان تحدد أول جلسة وبقى في إعلان وعادة إعلان عشان الشكل يكتمل وتأجيلات متعددة أنا بتكلم في حد أدنى سنة أو سنتين طبعا ده بطء التقاضي بيضيع قيمة الحق نفسه وبينقص من قيمة الحق فالتحكيم النظام قضائي خاص أعتقد إن لو إحنا فعلنا وأعتقد إن في تعديل لقانون التحكيم موجود بقى له فترة بقى له أكثر من 4-5 سنين موجود معروض على مجلس النواب ولسه إلى اللحظة دي لسه برضو ما خرجش للنور التحكيم لو فعلناه هيخفف من كم الأضايا اللي موجودة في القضاء هيخلي الأمور تبقى أفضل وأسهل يعني أنا عندي مثلا لو بصينا للنظام التحكيم هنلاقي مثلا إن أنا عشان أدخل نظام التحكيم لابد يبقى عندي حاجة اسمها اتفاق تحكيم عشان الطرفين يختاروا هذا النظام لابد يتفقوا عليه وهذا الاتفاق له شروطه يعني لابد أول شرط كده لابد أن يبقى مكتوب فلو الطرفين اتفقوا على نظام التحكيم وكتبوا فيه بند مثلا في العقد إن أي نزاع يصول بشأن هذا العقد يختص بنظره نظام التحكيم أو تحكيم فلان أو يفصل فيه فلان فلان كما حاجة في حالة وجود شرط بهذا الشكل كده القضاء لا يستطيع أن ينظر في هذا النزاع يعني لو بعد الاتفاق سواء عن طريق شرط أو اتفاق مستقل على اختيار نظام التحكيم يحكم هذا النزاع لو لجأ أحد الأطراف إلى قضاء الدولة ورفع دعوة قدام قضاء الدولة الطرف الثاني بمجرد بيجي يقول الشرطة هو فيه اتفاق تحكيم قضاء الدولة يتعين عليه أن يحكم فورا بعدم قبول نظر الدعوة لأن أنا مش مختص خلاص وليتي بنظر هذا النزاع خلاص أنا عدمت هذا النزاع بقى خاص بمحكمة خاصة أسمع محكمة محكمة تحكمية فالكلام ده بيتم بشرط في العقد أو باتفاق خاص بيسمى بالمشارطة اللي هي مشارطة التحكيم شرط اتفاق أو اتفاق التحكيم ده له شروط الشرط الأولاني عشان يبقى صحيح الشرط الأولاني أنه لازم يكون مكتوب ليه لازم يبقى مكتوب؟ لأن أي نزاع في الأصل هو من اختصاص قضاء الدولة عشان أخرج من قضاء الدولة ما ينفعش أخرج بشيء يسير النزاع يبقى لمدة أخرج يبقى باتفاق مكتوب عشان كلا الطرفين يبقوا فاهمين كويس وما بيتفقوا على إيه ويبقى الاتفاق واضح بدون أي إيه لابس يبقى أول شرط لازم يبقى إيه الاتفاق مكتوب ما ينفعش ضمني ما ينفعش يتفقوا شفهي لا كلام ده غير مقبول الشرط الثاني أن الطرفين اللي يتفقوا على التحكيم لابد يبقى كامل الأهلية وده شرط طبيعي لأن كده كده أي شخص بيلجأ إلى القضاء لابد يبقى عنده كمال الأهلية الشرط الثالث أن يبقى محل الاتفاق يجوز التحكيم بشأنه يعني إيه يجوز التحكيم بشأنه يعني أنا ما ينفعش أتفق على التحكيم بشأن إحدى الجرائم الجرائم على وجه أمامها كده بتخص قضاء الدولة نيابة العامة اللي بتحرك والقضاء الجنائي اللي بيحكم بالعقوبات بالحبس وخلافه المحكم مالو الصلاحية أنه يحكم بعقوبة جنائية طب المحكم دوره إيه؟ المشارع اللي ما جاء عبره قال الأمور التي يجوز وحلها بطريق التحكيم قال إيه؟ الجميع المنازعات التي يجوز الصلح بشأنها يجوز حلها بطريق التحكيم يبقى أي نزاع مدني أي نزاع مالي أي نزاع تجاري تجاري سواء كان داخلي أو دولي كل هذه النزاعات يجوز وحلها بطريق التحكيم يبقى أنا لو أي نزاع من دول اتفقنا على التحكيم بشأنه يبقى أنا كده إيه؟ خلاص القضاء يعني يبقى محظور عليه أن ينظر في هذا نزاع ويبقى الاختصاص يعني عاقد لهيئة التحكيم إزاي بنشكل هيئة التحكيم؟ الأول أنا بختار أي ماطر أي شخص إحنا الاتنين بنسق فيه يعني إحنا بنختاره قاضي يتغفر لديه السقة الشخصية طيب أستاذ الدكتور السام هل القاضي أو المحكم اللي بتختاره اللجنة لابد أن يكون شخصا قانونيا ولا شخصا عادي أي شخص أي شخص بس هو لو أنا بتكلم عن نزاع لو فيه لجنة ثلاثية ولو شخص واحد يفضل أن يكون قانونيا ليه؟ لأنه بيحكم وبيكتب حكم ولازم بيكتب حكم في شكل صحيح مسودة حكم طبعا حكم هو حكم أي نعم هو يصدر من شخص وليه حجية الأمر المقضي لا حجية الأمر المقضي شأنه شأن أحجام القضاء ولو صدر في لو في نزاعين رفعوا أمام القضاء وفي نفس الوقت أمام هيئة التحكيم إذا صدر حكم من هيئة التحكيم قبل القضاء وبعده صدر حكم حكم المحكمة حكم هيئة التحكيم هو اللي له الاعتبار وله الحجية ويتفوق ويهضر قيمة الحكم الصادر من المحكمة يعني حكم التحكيم ده رغم أنه صادر من مواطن عادي مش موظف قابع للدولة ومع ذلك يمكن لهذا الحكم أن يتفوق على حكم القضاء ويلغيه طب مدى إلزامية الحكم الصادر من المحكم في الواقع العملي؟ في الواقع العملي المشرع منح حكم هذا المحكم بيكتب على ورقة بيضة كده حكمه هذه الورقة تعتبر في حكم الورقة الرسمية هذه الورقة المشرع منحها حجية إحنا بدأنا إتداءً قلنا إيه؟ قلنا إن اتفاق التحكيم وده ورقة عرفية بين الطرفين يمنعوا القضاء من نظر النزاع ده إيه؟ المسألة الأولى يبقى مجرد اتفاق إنه إحنا نخش تحكيم القضاء يمتنع عليه نظر هذا الإيه؟ النزاع هدي أول جزئية طب الجزئية التانية أنا عندي لما حكم القضاء بيصدر بيحوز حجية أيضا حكم التحكيم لما بيصدر بيحوز حجية قضائية حكم التحكيم يتميز عن حكم القضاء يتميز عنه في إيه؟ حكم القضاء قابل للطعن بالاستئناف أغلب أحكام القضاء أغلب بالنقط بيقبل الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقط وهو طريق طعن جير عادي لكن بالنسبة للتحكيم غير قابل للطعن بالاستئناف بات ونهائي بات ونهائي كل ما في الأمر أنه يجوز إقامة دعوة بطلان بشأن هذا الحكم وهي لا توقف التنفيذ يعني حتى هذه الدعوة لا توقف تنفيذه يبقى حكم قابل للطعن بيصدر حتى لو ترفع الدعوة بطلان في خلال المعهد يمكن أن يبدأ ويستمر التنفيذ رغم وجود دعوة البطلان لكن طبعا يجوز لمحكمة البطلان أن توقف التنفيذ مؤقتا تصدر أمر أو قرار بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفاصل في دعوة البطلان دكتور إصابة أستاذنا جبس سعود تاني بس لضيف الكريم لأستاذ عيسى وعيسى المناضل والنقاب القدير آخر مبادرات كنت حضرتك كلمتيني عنها قبل التصوير مبادرة اللي هي بتاعة الكمامات والكحول بدون دعم نقابي وده بدعم شخصي من حضرتك وبأسعارها من زي المحامين بعد العيد أحب بس تكلمنا عن المبادرة دي في البداية بس أنا عايز أنوه أنه يعني ما يحدث في نقابة المحامين الآن لا يحقق مصلحة الجمعية الأمومية لأنه إحنا خرجنا عن النطاق الشفافية والحيادية إلى التربص والتنمر والتشهير والإساءة بما لا يليق بقيمة وقامة نقيب المحامين أنا كنت طلبت من السيد النقيب الحالي بتقديم منحة أو المساعدة للسادة المحامين في الاقتراض من البنوك بضمان وديعة تضعها نقابة المحامين والمبلغ اللي أنا كنت محدده وطبعا كان ده طرح للسيد النقيب وللمجلس وهم يعني لهم أنهم يقترحوا اقترحات أخرى أو نفكر في بدائل نضح حلول يعني لمساعدة الزملاء وأنا كنت شايف أنه فيه فوايد في حدود مئة مليون جنيه للنقابة في شهر ستة أنه نحدد المبلغ ده إما للمنحة لمساعدة الزملاء أو تبقى لنص القانون والقانون المحامة وتحديدا المادة 213 المادة 213 دي بتقضي أنه أي محامي ألمت به ضائقة مالية من حق النقابة أو من حقه على النقابة أنها تساعده ماديا بنص المادة 213 مش للحالات الفردية للحالات الفردية في الظروف العادية إنما في وباء كورونا والمكاتب مقفولة كان لازم إن إحنا نجتمع وإن إحنا نفكر نحل مشاكل زميلنا إحنا عندنا مشاكل كتيرة حتى الآن وفي الظروف الحالية عندنا مشاكل محامين اتحبست عندنا مشاكل محامين في النيابات عندنا مشاكل كتير وإحنا متفرغين لنقطة وحيدة البحث فيما هو سابق يعني بطريقة البحث عن هيبة المحامي وما كانت المفترض إن إحنا نبحث عن هيبة المحامي إنما إحنا حاليا في بحث عن المجلس السابق وبدون أدلة حتى إن يعني فجئنا في موقع النقابة بمنجدة لأي زميل عنده أي حاجة تفيد إنه فيه فساد يجي قدمها ده كلام مش منطقي ده مش دور نقابة المحامين دور نقابة المحامين إن إحنا مجلس منتخب من نقيب و28 أدو مجلس نشكل هيئة المكتب ونشكل اللجان وكون فيه اختصاصات 18 من المجلس السابق 20 من المجلس السابق و8 من المجلس الحالي 8 أقصد في المجلس الجديد فأنا كان لي رؤية إنه نساعد الزملاء بمنحة أو عن طريق البنوك وعن طريق الاقتراض بضمان المئة مليون جنيه فقط بدون تدخل في فلوس المعاشات وفي كامل ميزانية النقابة الموجودة طبعا فجأت برفض هذا الطلب عرغم إنه طلب ملح وضرورة حتمية في ظل الظروف اللي إحنا موجودين فيها طبعا بعد رفض الطلب انتظرت إنه نقابة المحامين أو السيد النقيب والمجلس نقدم حلول في الظروف اللي إحنا فيها دي فأنا تواصلت مع بعض الشركات والمصانع إن أنا أوفر المطاهر والكحول وأوفر الكمامات لأنها أصبحت ضرورية عيسى السيادة والدكتور العصام أحب بس ننوى بس عن آخر كلمات أخيرة أهم الاستغاثات المقاهي والكافتريات والمطاعم استغاثة طبعا للسيادة الرئيسة الجمهورية إلى عودة العمل في المقاهي التدريجي وذلك بعد تقدم النائب هيسم أبو العز الحارية أول أمس بالمجلس النواب ببين عاجل ومطلب وطلب إحاطة الحكومة استغاثة للسيادة الوزير المحافظ صرق الفقي محافظ سواجة انقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار في قرى ونجوع عربة أبو كريشة مما قد يدفع الأهالي إلى تشغيل المواتير وتكلفة فواتير أخرى من الكهرباء وكما نوجه إلى السيد المحافظ تخفيف العبء عن الأهالي وعدم انقطاع المياه بصبعه مستمرة أعزائي المشاهدين نعيدكم إن شاء الله نكون في استكمال لهذه الحلقة المسيرة طبعا والتي يأتي بها جدل وشكوك كثيرة حول نقابة المحامين وحول التحكيم أشكركم وأشكر ضيوف الكرام الدكتور عصام فوز الجنيني دكتورة بالتحكيم وأشكر أستاذ عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة المحامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى في حلقات الرأي الآخر السلام الله عليكم اشتركوا في القناة